اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاعرك على ماذا تعتمد؟ هل المشاعر مدخل أم مخرج؟ المشاعر وأختصرها لك هي مخرج تعتمد على نوعية تفكيرك يعني كثير من المشاعر الغير جيدة التي تصاحب بعض البشر لم تأتي من المواقف تأتي عبر طريقة تفكير سأعطيكم اليوم هدية حلقة اليوم بإذن الله تعالى ستصنع فارقا جميلا في حياتكم ألا وهي ما يسمى بالتشوهات المعرفية أو أخطاء التفكير بالمناسبة سأعطيكم مقدمة مهمة في هذا الشأن قد يكون الآن جزء من مشاكلك الآن التي تعاني منها بسبب تشوه معرفي أو خطأ من أخطاء التفكير تمارسه أعطيك الآن مجموعة من هذه الأخطاء وبإذن الله تعالى تنفعك أولها من أخطاء التفكير ما يسمى بالحدية أو ما يسمى بالكمالية يريد كل شيء مئة في المئة لا يريد نقصا لا يريد عيبا لا يريد تقصيرا ما هكذا تدار الحياة من سيعيش بهذه العقليا كان مديرا أو أبا أو زوجة أو أي كان حاله لا يريد عيبا لا يريد خطأا لا يريد زلة هكذا 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 طريقة تسير بك إلى الطريق المسجود أعطيكم حاجة مهمة في دارة الضغوطات من أكثر الأشياء التي تسبب ضغوطات للإنسان أن يعيش بهذه العقلية يريد كل شيء كامل أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل الحياة قائمة قائمة يعني أحد المفكرين له كلمة جميلة يقول لا تنشد حلولا كاملة في وسطها الكامل نحن بشر فالخطأ وارد لذلك أقول تنازل أحيانا وأعطيك حاجة جدا مهمة في هذا الشأن احرص دائما على النمو ولا تنشد الاكتمال لأنه لن يكون أشخاص كثيرين يعني بس يبغى كل شيء كامل وهذا سبب ضغط لأنفسهم وضغط على الآخرين حتى إذن الحدية لا لا والقاعدة أيضا في هذا إذا جاوزت الحسنات السيئات في كل أمر حكم له بالخيرية أيضا من الأشياء المهمة في هذا الشأن التضخيم البعض هوال من أي موقف من أي كلمة من أي كذا يقيم الدنيا ولا يقعده وكأن القيامة قامت الحياة ما تستاهل الحبيب اللهم صلي وسلم عليه يقول إن لا تساوي عند الله جناح بعوض الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة جناح وبالمناسبة البعوضة لها ستة أجنحة جناح واحد كثير من المواقف يأخذها حياة أو موت ويأخذها بتشنج ويأتي بأسلحته ويأتي بكل قوة لا 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 ما تستاهل ما يستاهل والله موقف بسيط والله كلمة ممكن تسمعها من أحدهم أو تصرف من أبنك والله تقيم الدنيا ولا تقعده لا 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 كن هادئا لا تكن مستفزا لا تكن مستنفرا كثير من الأمور لا تستحق أنا كان عندي فكرة وعندي أني أضع معيارا معيارا لكل شيء هذا المعيار يبدأ من صفر وينتهي بعشرة عشرة هذا أمر ما بعده إلا حد السيف إلا الموت الآن زحام زحام صابني كلمة سمعتها كم تساوي في هذا المعيار أنا وجهت نظري ما تساوي شيء ولا شيء لذلك قر عينا هدئ الحياة لا تكبر الأمور لا تضخم الأحداث كل الأمور بإذن الله سهلات سهلها يسهلها رب العالمين هذا النقطة مهمة تكبير الأمور وتضخيمها وتهويلها بعض الناس حتى هوال إذا أراد أن يقنعك بأمر هول الشيء وكبر لا 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 يقف على الحقيقة الأمر الذي يليه والخطأ الذي يقع فيه الكثير ما يسمى بالفلترة بالفلترة أو التصفية لا يقف إلا على السلبيات أو ما يسمى بعين الذباب عين الذباب إن ذهب إلى مكان بحث عن أخطاء فيه إن ذهب إلى دولة التصرفات الغير جيدة هي الوحيدة التي يذكرها في من يتعامل معهم لا يلحظ إلا أخطاؤهم إلا عيوبهم وهذه الطريقة لا تليق هذه الطريقة تضيق الحياة هذه الطريقة تصدر المشاعر السيئة البشر أنت عامل مع بشر أنت فيهم عيوب وفيهم أخطاء وفيهم صفات جيدة لذلك دائماً دائماً اجعل عينيك لا تقع كالنحل لا تقع إلا على الأشياء الجيدة إلا على الأشياء الجيدة و أجرب نفسك خلال هذا الأسبوع خلال هذا الأسبوع إن سئلت عن أي أمر فتلمس الأشياء الجيدة فيه وهذه قوة لك و قوة لمن حولك و ستريحك و ستعفيك من الكثير من المشكلات لذلك فكرة بالله أنني أركز على سلبيات أمر أو عيوب أمر و أذكرها هذا الأمر أنا أقول دائماً هو من الأشياء التي تضيق عليك الحياة أيضاً من الأخطاء التي تمارس ما يسمى بالتعميم التعميم أنا أعمم أنا والله صار لي حدث الآن غير جيد إيش أقول أقول كل حياتي كذا كل حياتي طيب أنا دائماً يعني أخطي في الأمر الفلاني ترى ممكن خطأ و خطأين فلا يعني هذا أن تعمم على حياتك حياتك ترى مو موقف واحد ولا تصرف واحد ولا حدث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة بعض الناس يقول والله حياتي كلها مشاكل و عنده و عنده مشكلة ممكن زوجية يقول والله عنده مشكلة في العمل أنا دائماً كذا لا مو دائماً كذا في أشياء في حياتك مستقرة في أشياء في حياتك جيدة طيبة لذلك لا تعمم أيضاً من التعميم قد نسمع في مجالس الرجال والله كل النساء كذا و نسمع في مجالس النساء كل الرجال كذا أنا أسألكم يعني اسمحوا لي يعني الرجل أنا أقوله هل تعاملت مع كل النساء أو عندك حالة وحدة المرأة كذلك كتعاملتين كم مع زوج معين بطريقة معينة و بأسلوب معين و بوضع معين بطبع معين هل كل الرجال كذا لذلك دائما دائما من علامات الحكمة و من علامات النضج و من علامات الفهم أن لا يعمم الإنسان و أن يبتعد عن مأزق التعميم أيضا من الأشياء المهمة في مثل هذا الشأن ما يسمى بالتفكير التبريري البعض عنده يبرر أي شيء أخطائه يبررها يوجد دائما يحرص على أن يوجد مخرجا لها لا لا و هذا بالمناسبة هذا طبع المنافقين من يقولون يقولون بيوت نعورة و يقولون ذلي ولا تفتني و يقولون لا تنفروا في الحر هو يبررون يبررون لذلك دائما أنا أقول دائما إن أخطأت فاعتذر فكر التبريري خطير جدا جدا و يضعفك أيضا من أخطاء التفكير ما يسمى باليجبات اليجبات لا بد أن كل الناس يحترمونني لا بد كل الأمور والله تكون والله جيدة لا بد كل أهل بيتي والله يمشون والله بنظام و دقة لا 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 أنا ودي صح لكن يجب هذه تضعفك و يجب أن أكون في أكمل حالاتي في التعامل مع الآخرين أنا بالنسبة لي كان عندي هذه اليجبات في الكتابة أنا مؤلف لكن خليت عنها لأنها ضغطتني أنا أتمنى وأريد أن يكون والله عملي جيد و كذا لكن قضية أنه والله سيكون بالنسبة لي بشكل وجوب لا 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 هذه النقطة هذه تتجاوزها حتى لا تضغط عليك أيضا من أخطاء التفكير ما يسمى بالحل الواحد أن تصر على حل واحد خطأ من أخطاء التفكير أن جربت مع فلان في أمر ما ولا تغير الحال يا أخي غير الصينيون عندهم كلمة جميلة جدا 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 في هذا الشأن يقول من السذاجة أن تنشد حلا جديدا بنفس الأسلوب غير في الأسلوب جدد في الأسلوب أيضا في مثل هذا الشأن في أخطاء التفكير والشوهات المعرفية الصلابة بعض الناس صلب في التفكير لا يتزحزح لا 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 المرونة طيبة الحبيب اللهم صلي وسلم عليه عندما عرضت عليه امرأة أن يغير من كان يخطبه على جذع نخلة ثم اقترحت عليها أن يخطب على منبر لم يكن المنابر هنا و ذلك العاد معروفة عاد أخذ الأمور ببساطة وجدد لكن بعض الناس حتى في حياته حتى في أدق التفاصيل يعتقد أنه كلما كان أكثر صلابة كلما كان أكثر قوة هذه مجموعة من أخطاء التفكير و أنصحكم بنصيحة أن تزيدوا القراءة فيها و الاطلاع فيها صدقوني أن إدراك و فهم وتشرب معاني أخطاء التفكير و الابتعاد عنها ستعفيكم من الكثير من المشاكل بإذن الله تعالى و ستخفف أيضا من سطوة المشاكل التي وقعتم فيها الآن ربما خطأ واحد خطأ واحد وقعت فيه سبب لك ما سبب أسأل الله تعالى أن يوفقكم و أن يسددكم تذكروا دائما و أبدا أن تكون أكثر إيجابية ستكون بإذن الله تعالى أقرب للسعادة و النجاح بعاكم الله شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا اشتركوا في القناة